ألقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كلمة خلال مشاركته في الحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي يعد بالقاهرة أو يعقد بالقاهرة وأكد مدبولي أن انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي فضلا عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عدد من دول المنطقة انعقاد المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي على خلفية تطورات وتوترات دولية يشهدها المجتمع الدولي فضلا عن استمرار أزمات إقليمية على مدار السنوات الماضية أثرت على استقرار عدد من دول المنطقة خاصة الحرب الجارية حاليا في خطاع غزة حيث شكلت كافة تلك الأزمات تحديا جدا لأمن واستقرار العديد من الدول ومن ضمنها مصر هذا بخلاف التحديات الدولية المتمثلة في التغيرات المناخية وتأثير التوترات الدولية